صفحة جديدة يخطها طلبة سوريا بأيديهم نحو المستقبل فمع عبد امتحانات شهادة الثانوية بفروعها كافة للدورة الثانية جال وزير التربية وعضو القيادة القطرية للحزب على بعض المراكز الامتحانية في جرمانا للإطمئنان على سير العملية الامتحانية لمادتي قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية ومادة الفيزياء لن نسمح لأي إنسان أن يأخذ حق ليس حقه هذا من ناحية ما يتعلق عند بعض الصدور نتائج الدورة الأولى سمحنا بالاعتراضات يعني كانت هناك فترة جيدة لتقديم الاعتراضات وأصدرنا نتائج دراسة هذه الاعتراضات قبل أسبوع واتبعنا طريقة جديدة في دراسة الاعتراضات بأن إذا كان طالب ابن محافظة معينة وأوراقه صحيات في محافظة أخرى من يدرس الاعتراض هم أربعة موظفين إثنان من كل محافظة لا يمكن الحكم على نتائج دورة 2017 إلا بعد صدور نتائج الدورة الثانية لذا هي فرصة وأنا واثق بأن الكثير من طلبتنا سيحسن درجاته وعدد من الطلب سيتغير نتائجهم من الرسوب إلى النجاح وعندها نستطيع الحكم على نتائج دورة عام 2017 طلعنا على الإجراءات الأمنية والإدارية المتخذة من قبل المعنيين في العملية الامتحانية فكانت إجراءات موفقة ومن خلال استمزاج بعض آراء الطلبة حول سوية الأسئلة كانت سوية متقدمة ومقبولة ومفهومة عند الجميع كما هذا الأثر ظهر جليا من خلال أولياء الطلبة الذين وقفوا أو تجمعوا أمام المراكز الامتحانية لإطمانان عن أبنائهم الطلاب الممتحنين وجدوا بالدورة الثانية فرصة جديدة لتحسين نتائجهم النهائية الإعادة فيها إفادة وصار عندنا مجال يعني صرنا نأخذنا على الدورة الأولى وهلأ ما نلاقي الدورة الثانية كتير سهلة هو الأولى استفيد لا أريد كل المنهاج هون الأسئلة أكثر بس كمان هون سهل يعني عاطين مجال للطلاب أكتر أنه علامات موزعين العلامات بشكل أفضل الطالب يستفاد أكتر لا الأسئلة عادية يعني هي بتجي على نفس المستوى اللي يجعل الدورة الأولى يعني سهل عالمانا كتير صعب هنا تقريبا نفس المستوى تبع الماضي يعني بس يعني في نكشتين زيادة بس أنه كان معنا وقت نقدر نحسن حالنا عن قبل فأنه عم نستغل الفرصة إنه العام الخامس على التوالي لتطبيق الدورة الثانية في سوريا حيث وجد فيه الكثير من الطلاب طريقا لتحسين ما فاتهم من تحضير خلال العام